أكبر المتفائلين في الهلال أو أكبر المتشائمين في الشباب ما كان يتوقع أن النتيجة تصل لنتيجة خمسة واحد لكن تحولت المباراة التي أجبرت الشباب على الحاصل الشباب فقد كابتن وبانيغا بسوء السلوك تقريبا المدرب داخل الملعب المدرب هو داخل الملعب فعلا رغم نشوف الشباب بدأ بكل المحترفين بالسبعة المحترفين بدأ المباراة بكامل قوة يعني لعب بكل القوة فإحنا ده شوفناه إحنا من ميذات المباراة كل فريق على الحساب الثاني حاول إحنا بنقول بمصطلح كده مصطلح رياضي إنه حاول يركب المباراة إنه يبدأ هو ويكون مسيطر يقود المباراة أيو يقود المباراة فده حصل إنه حتى لو شفنا طرق اللعب الشباب لعب أربعة واحد أربعة واحد ده كله كان في كثافة في منتصف الملعب كل فريق كان بحاول على الحساب الخص إنه يتسيد منتصف الملعب انتهى الشطع الأول بطرد بانيقة وتقدم الهلال بثلاثية يمكن لو كان انتهت بثلاثية واحد الشباب كان ممكن يقدر يعيد تجميع أوراق ولكن انتهاء بثلاثة واحد وبدت تظهر كمان بخطأ كان خطأ قوير المدافع خطأ فردي بدت تظهر كمان العيوب الأخطاء الفردية ويمكن الأمور النفسية بدت يعيش اللعب الشباب حتى احنا شفنا كم مشاكسة بين اللاعبين في بعضهم عدم رضاهم على الحاصل في المباراة أدى الهلال أريحية في أنه يقود المباراة وينتهي بنتيجة العريضة اللي هي خمسة واحد كمان يعني احنا بنشيد بنجوم الهلال ما أدى أي تخازل أو تراجع في المساوئة بالعكس كان